قبل ما نروح للمباريات طبعاً بكرة الهلال مع الفتح في الرياض الفتح اليوم أعلن عن إصابة أربع من لاعبي بفيروس كورونا كوفيد 19 وهم مروان سعدان وقاسم لاجامي وحسن الحبيب وصالح النشمي وغاب كما غاب عن بعثة الفريق التي وصلت الرياض اليوم استعداداً لمواجهة الهلال غداً في ملعب الملز ضمن الجولة 14 من الدوري أربع لاعبين آخرين بسبب وجود أعراض عليهم وتم عمل مسح لهم في انتظار النتائج واللاعبين الأربعة اللي مشكوك حتى الآن في يوم هم توفيق بوحيمت وباسل البحراني والكرواتي إيفان سانتيني والنرويجي قوستاف والطر مدرب الفريق يانيك فريرا أن يستدعي عدد من لاعبي فئة الشباب بالنادي لتغطية النقص الحاصل في الفريق غيابات الفتحة بكرة أمام الهلال عشر غيابات هم مروان سعدان كورونا حسن الحبيب قاسم لاجامي صالح النشمي توفيق بوحيمت طبعاً اللغات صالح النشمي هذه الإصابات اللي فيهم اشتباه توفيق بوحيمت باسل البحراني إيفان وقوستاف هذري كلهم اشتباه كورونا وعندهم كويفا ومدرب الفريق في رأي فريرا عندهم إيقاف يعني رايح الفريق بساعد العفالك بيلعبون بساعد العفالك على الهلال عنده غيابات سلمان الفرج محمد كنو ناصر الدوسري عبداللعطيف هذري كلهم إصابات وعندك غياب بريرا طبعاً بقرار إداري خد وممكن فني طبعاً طبعاً أكيد فني إداري